السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله جبتكم وصفة جمال بمناسبة عيد الفترة يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا والحفظ والسلامة بسم الله بدون اطالة ندخل مباشرة في الموضوع اليوم ان شاء الله سنجد وصفة لتبيض وتوحيد لون البشرة في ثلاث ايام ان شاء الله تكون نتيجة رائعة ومبهرة بإذن الله تعالى هنا الاخوات اليوم سنخدمه بالبطاطا او البطاطس هنا نيئة غير مسلوقة تجيبه حبة بطاطا متوسطة الحجم او حسب الاجزاء اللي بغير تديروها في الجسم هاد الوصفة تقدروا تديروها على الوجه وعلى اليدين وعلى الارجل في كل المناطق يعني امينة على كل المناطق هنا حبة بطاطا متوسطة خصلتها نشفتها قلعت لها القشرة التاحة ورني بشرطها هنا يعني مبشر حبة بطاطا بدون اطالة هنا بش منطورش عليكم حطيتها في مصفات والماء التاحة هو اللي غادي نخدمو به الوصفة تاليو هنا ساقطرها جيدا بدل عملية الضغط هكا حتى يخطي خرج لي هنا كل المادة اللي فيها المادة السائلة وتحتها النيشاء او النيشاء الموجود في البطاطا رح نخرجها هنا بعملية العصر وعملية الضغط كما هكا يا اما هنديروها في مصفات يا اما ديروها في شاش ولا في قطعتكم قماش عفوا نظيفة وتقعدوا تضغطوا عليها وتزيروا حتى تخرجكم كل العصارة مهم جدا هنا بعد اللي تحصلت على هاد الكمية الماء البطاطس مع كمية من النشاء هنا رح نضيف لها المكون التاني اللي هو الليمون الليمون كما تعرفوا له دور بزاف كبير باش يفتح لون البشرة وايضا يقضي على البكتيريا الموجودة فيها ويقضي على الدهون اللي داخلتنا في المساء هنا نضير نصف حب الليمون عصر نصف حب الليمون وهنا المكونات نعود نقول لكم تكون على قدر الأماكن اللي بغيت تديروا فيها وتطبقوا فيها الوصفة هنا كما رحكم تشوفوه عندي الياغورت الطبيعي أو الزبادي الطبيعي لغير المنكه هنا سأضع منها التلت ملاعق صغيرة ممتلئة جيدا من الياغورت الطبيعي أو الزبادي مهم جدا هذا الياغورت الطبيعي لأنه فيه الخمائر وفيه هاداك اللبن وهذاك اللي فيه يعطينا نتيجة مبهرة للبشرة الآن هنارا ننضيف ملعقتين صغيرتين ممتلئتين جيدا من حليب البودرة حليب البودرة اللي هو اللحظة ولا حليب نيدو كل واحد دول دول عربية كيف يسموه حليب نيدو أو حليب البودرة أو الحليب المجفف والله كما نقوله احنا في الجزائر اللحظة هنا خلطت المكونات جيدا ومزجتها جيدا هنا سأضيف ملعقتين صغيرتين ممتلئتين جيدا من النشاء أو النشاء هو الميزنة هنا النشاء كما تعرفوا عندها أو الميزنة عندها فوائد لا تعد ولا تحصى على البشرة منها غلق المسام تصفية الوجه أو تصفية البشرة وتوحيد لونها هنا المهم سأخلط جيدا كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تمزج جيدا خطوة مهمة جدا عملية المزج ولكي تتفاعل المواد فيما بينها وتعطينا النتيجة المطلوبة هنا سأخلط بملعقة من خشب أو ملعقة من بلاستيك ولا أستعمل المعدن أبدا في الوصفات الخاصة بالبشرة هذه كملاحظة والملاحظة الثانية هنا لعندها حساسية من الليمون لعندها حساسية من الليمون تستبدل الليمون بالعسل الطبيعي العسل الطبيعي والعسل الحر هنا سأطبق الوصفة على بشرة نظيفة إما الواجه إما اليدين إما الرجلين أو سائر الجسد هنا البشرة التعيرة هناقية نحط نطبق عليها الوصفة كما راكم تشوفوه لهذه الكريمة هنا نقوم بتدليق هذه الكريمة في البشرة بعملية خفيفة كما المساج عملية دائرية في كل المناطق يعني في كل اليد التاعي هنا بين الصباح كما هاكا بش تعطينا النتيجة المطلوبة إن شاء الله ونخليها تنشف على يدي مدة هنا اللي نخلوها نخلوها نصف ساعة تنشف بعد كي تنشف تحسوا بيها تنشف زيدوا عليها كوش تانية ولا طبقة تانية من هاد الوصفة أنا يا بش ما نطورش عليكم ما ما عاود لكمش الفوقها طبقة تانية وهنا يا غدي بعد اللي خليتها نشفت ها هي اليد التاعي نشفت غدي نديرو الغاصول اللي غدي نقلعو بيه هاد الوصفة اللي درناها هنا عادنا ماء الورد ماء الورد ماء الورد مهم جدا للبشرة يعمل على ترطي فيها وأيضا يعمل على تنقية البشرة من الداخل حطيت ثلث ملعقة صغيرة من ماء الورد رح أضيف معها ملعقة صغيرة من حليب البودرة ولا الحليب المجفف أو الحليب نيدو وهنا سأخلط كل المكونات جيدا حتى يصبح ليهنا الخلاة سائل باش نطفو به البشرة تاعنا والمسك تاعنا نخرها من على جهة ونجوهنا اليد تاعنا هنا هاد العملية التقشير ديروها في اليدين والرجلين والرقبة وباقي الأجزاء الأخرى أما على الوجه ما تديروش هاد عملية التقشير ما تديروهاش على الوجه يعني تمسحوه ولا تتجاوزو هاد المرحلة هنا بعد اللي قشرت هاكا كل المناطق شوفوه هنا اياه بتاعتكم واحد المل مسارات تبوه تقلعلكم كل الشوائب اللي تكون في البشرة الان جبت هنيا قطنة غدي نغمسها في هاداك الغاسول اللي خدمته ونبدأ نمسحها هنيا به هاداك الحليب اللي خدمناه بماورد نمسحو قاع البشرة تاعنا وقاع وين طبقنا الوصفة نمسحو غاية ونتضغطوه هنيا بالقطنة نضغطو شوية هكا باش نتقلعو الشوائب اللي تكون داخل المسام حتى تشوفو اللون بالقطنة تاعكم تغير اللون تاعه هنها هادا الوصفة تطبقوها هنيا تلت ايام وراء بعض يعني تلت ايام كل يوم ديروها كل يوم ديروها هنيا تطعكم نتجة من ان شاء الله خياليات ولو داوين كي مشمع ان شاء الله هنيا بعد لمسحت كل الاماكن اللي طبقت عليها الوصفة الان مسحو خفيفة هكا بماء الورد وحده هكا باش نقلع هاداك الحليب يعني باش ما بقاليش الحليب داين كي معكا كي نتخلنا في البشرة وفي المسامات هنيا يشوفو ما شاء الله النتيجة هنيا خدمتها معاكم ولا درت اطبقت الوصفة انا فقط عشر دقائق باش نوريكم الوصفة لكن كيتخلوها اكتر من عشر دقائق النتيجة مبهرة يعني النتيجة من اول استعمال تعطيكم البشرة رطبة تعطيكم ملمس ناعم وايضا لون تعل البشرة يتفتحكم من اول تجربة بدرجة ولدرجتين ما شاء الله عليها هنيا الكريم لي بقاكم ما ترموش خلوه في التلاجة استعملوه يوميا وبعد اللي تتعملوه يوميا مدة 3 ايام تبقوا تبقوها مرتين في الاسبوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته